السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتمنى رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. ان شاء الله بازن الله النهاردة يكون موجود معنا من حمام امتازة جدا. بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها احب اوضح اللي احنا عرضنا فرص ومنح كتيرة جدا سابقة. ودي القناة بتاعتنا هتلاعها لها كل شيء منح موجودة في اليابان في كوريا الجنوبية تايوان فرنسا امريكا دول كتيرة جدا مختلفة. بالاضافة كمان كنا عرضنا سلسلة فرص ايه التطوع والصفر للخارج. وكنا عرضنا بعض المواقع اللي من خلالها تقدر تلاقي فرصة عمل بكل سهولة. بالاضافة كمان كنا عرضنا فرصة وكانت فرصة حصرية عن طريق قناتنا من خلال عملية التقديم والقبول. وكانت فرصة التطوع فيه في اتنام شاملة معظم ايه التكاليف. وتم اعلان الفازين في هزي الفرصة. وان شاء الله بازن الله يكون موجود معنا فرص جاية كتير. التقديم والقبول فيه حصرية عن طريق قناتنا. اه بالاضافة كمان وفرنا خدمة المساعدة في التقديم لايه فرصة ومنحة انت عايزة. تقدر تقدم من خلالنا بشكل الاحترافي او تأدنب بنفسك باتباع شرح الفيديوهات الموجودة على القناة. اه بالاضافة كمان كنا وفرنا كورس اللغة الانجليزية الشامل من البداية حتى الاحتراف وان شاء الله بازن الله مستمرين في عرض هذا الكورس وآآ وإفادة الجميع بازن الله. وعشان توصلك اي حاجة جديدة من القناة بتاعتنا يريد تعمل وتضغط على الجرس الصوير ده عشان كل الفرص توصلك بسهولة. وحب ان اوي كمان لجماعة رابط جروباتنا على واتساب وجروبنا على الفيسبوك ورابط التقديم الخاصة بالمنح اللي هنتكلم عليها النهاردة. هتلاقو موجودة في صندوق الوصف اسفل الفيديو. طيب خليني نبدأ على بركة الله ونتكلم عن منحة النهاردة وهي منحة ممتازة جدا. آآ هي منحة دراسية ممولة بالكامل في كندا. تمام? طبعا الدولة اللي بيحلم بيها الكسير. وان شاء الله بازن الله معانى منحة ممتازة جدا النهاردة. الدولة هي كندا. الجهة المنحة اللي مقدمة المنحة دي هي الحكومة الكندية. وبيطلق على اسم المنحة دي. آآ هي منح معهد الدراسات العليا في كندا. بيقدم مجموعة من المنح. والمنحة دي موجهة اللي هي آآ الدراسات العليا. الدول المتاحة للتقديم في هذه الفرصة. كل دول العالم متاحة للتقديم في هذه الفرصة. يعني لو انت من دولة عربية. افريقية اسياوية. تقدر التقدم للفرصة دي من غير وجود اي مشكلة. بالنسبة ليه المرحلة الدراسية الموجهة لها المنحة دي. المنحة دي متاحة لدرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه. تمام كده. آآ هيكون فيها درجة الماجستير والدكتوراه. آآ للناس اللي هستدرس بقى درجة الليسنس او البكالريوس غير متاحة فيها زي المنح. هي متاحة فقط لدرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه. تمام كده. آآ وكمان هيكون في فرصة للناس اللي تدرس ماجستير هيوتاح لها انها تاخد منحة فيما بعد للدكتوراة. يعني كمان انت لو هتدرس ماجستير آآ في المنحة دي هتكون مؤهل كمان لمنحة اضافية اللي هي منحة الدكتوراة. انما لو عايز تدرس دكتوراة مباشرة فمتاح انك تقدم على طول درجة الدكتوراة. آآ بالنسبة للتمويل بتاع الفرصة دي صراحة تمويل ممتاز جدا لأول مرة انا بشوف منحة بتقدم تمويل ضخم زي ده لكل طالب. آآ بالنسبة المنحة دي المنحة دي هتوفر لكل طالب سنويا خمسين الف دولار. تمام? الخمسين الف دولار دي هتقسم على آآ يعني المصاريفك اللي انت هتحتاجها. مصاريف الحياة من سكن وطعام وغيره. آآ هتتقسم على مصاريف الجامعة. آآ يعني المصروف بتاع الجامعة والرسوم بتاعة الجامعة. آآ مصاريف الكتب ما الى زلك. فالخمسين الف دولار اللي انت هتاخدهم سنويا دول هيغطوا لك كل شي واحتمال كمان هيكفي معاك مبلغ غضافي تقدر تدخره يعني المنحة دي حاجة ممتازة جدا بالاضافة ان المنحة دي ماكسما فيها عدد السنين فيها تلات سنوات كل سنة بتاخد الخمسين الف دولار تمام كده فحاجة ممتازة جدا بالاضافة كمان ان المنحة دي انت هتدرس في افضل جامعات العالم في كندا تمام كده المنحة دي متاح فيها عدة جامعات زي ما هنشرح بعد شوية انت هتدرس في افضل الجامعات يعني انت بتدرس في كندا وتدرس في احد جامعات كندا دي حاجة ممتازة جدا اضافة بقى للمميزات ان الدراسة هتكون باللغة الانجليزية او الفرنسية الناس اللي من الدول الفرانكفونية يعني دول المغرب الجزائر اه تونس الدول الاخرى بتعرف اللغة الفرنسية هتكون الدراسة عندك باللغة الفرنسية ممكن تختار جامعات الدراسة فيها باللغة الفرنسية فده هيكون حاجة ممتازة جدا الناس اللي ما بتعرفش لغة انجليزية وبتعرف اه لغة فرنسية تقدر تدرس بيها. انما الناس الاخرى مسلا من الدول زي مصر زي مسلا سوريا الدول دي طبعا الدراسة لو هما بيعرفوش اللغة الفرنسية تختار جامعة من الجماعات اللي بتدريس فيها باللغة آآ الانجليزية. تمام? آآ بالنسبة للتخصصات المتاحة فيها زي الفرصة. التخصصات المتاحة تخصصات عديدة جدا. آآ عندنا التخصصات الصحية بجماعة انواحة متاحة فيها زي المنحة. تخصصات العلوم الطبية متاحة. تخصصات الهندسة بجميع انواحها متاحة. تخصصات العلوم الاجتماعية والانسانية والحقوق والاداب وغيره متاح فيها هذه المنحة. يعني تقدر تقول ان يعني بنسبة حوالي تمانين في المية معظم التخصصات متاحة. تمام كده? يعني بتغطي آآ معظم تخصصات الموجودة. فبتغطيها هذه المنحة. طبعا بقى يعني دي بتكون تخصصات آآ رئيسية. هتلاقي بقى تخصصات فرعية جواهة. يعني مسلا الهندسة بنتكلم عن كلية الهندسة فهتلاقي الهندسة بجميع فراحة موجودة. مسلا التخصصات الصحية بجميع فراحة موجودة. يعني هتلاقي بقى فروع تانية موجودة داخل هذه التخصصات. آآ بالنسبة للجامعات المتاحة في هذه المنحة. زي ما احنا قلنا ان دي منح حكومية. والمنح الحكومية بتكون منح مميزة جدا. وبيكون مشارك فيها جامعات كتير. ما بتكونش جامعة واحدة هي اللي مقدمة المنحة. فهنا احنا عندنا قائمة من الجامعات. حطين يعني آآ الجامعات المتاح لها التقديم. تمام? فانت هتيجي وتشوف الجامعات المناسبة ليك. هتيجي تضغط على كلمة هنا دي عشان يفتح معك قائمة الجامعات. آآ هزهر لك هنا كل الجامعات المتاح لها التقديم في هزي الفرصة. عندنا جامعات كتيرة جدا. آآ هتلاقي اسام الجامعات هنا. تقدر تشوف آآ الجامعة المناسبة ليك وتختارها. آآ وعايزة نوح على حاجة. ان في جامعات هتلاقي اللغة فيها لغة تدراسة فيها باللغة الفرنسية في جامعات لغة تدراسة فيها باللغة الانجليزية في جامعات بتطلب شهادة اللغة الانجليزية طبعا المنحة هنا ما بتطلبش منك شهادة اللغة الانجليزية ولكن انت مثلا ممكن تروح تقدم لجامعة بتحتاج لغة الانجليزية فدي هتبقى مشكلة هنا انما انت حاول لما تيجي تختار الجامعة تختار جامعة ما بتكونش بتحتاج شهادات يعني صعبة زي شهادة الطيفل الايلتس بتحتاج ال جي ار اي لأ حاول تروح تختار جامعة من الجامعات دي اللي هي ما بتحتاجش هزي الشهادات. وفعلا في جامعات موجودة من ضمن هذه القائمة ما بتحتاجش ولا طويفل ولا الجي ار اي آآ القبول بتاعها بيكون سهل جدا فانت تحاول تروح للجامعة القبول بتاعها بيكون سهل وتحاول تختارها وما ترشل الجامعات الصعبة اللي فيها شروط صعبة عشان ده ما يديقش عليك الموضوع. تمام كده انت عندك جامعات كتيرة تقدر تشوف الجامعات المناسبة وتختار منها. ده بالنسبة لقائمة الجامعات الموجودة. تمام? وده طبعا الموقع الرسمي للمنحة وهنشوفه بعد شوية برضو. طيب آآ كمان آآ في ملاحظة هنا عندنا ان هذه المنحة تقبل اعداد كبيرة. بتقبل اعداد كبيرة كل سنة. كل سنة بياخدوا من دول مختلفة بياخدوا اعداد كتير جدا. آآ كمان هذه المنحة ليس بها حد اقصى العمر. الناس اللي بتدور على المنح اللي من غير حد اقصى العمر. المنحة دي من غير حد اقصى للعمر. آآ كمان هذه المنحة لا تحتاج شهادة لغة انجليزية عند التقديم. يعني مش محتاجة منك لا شهادة لغة انجليزية عند التقديم ولا لغة فرنسية. ولكن زي ما قلنا تحاول تروح تختار جامعات آآ ما بتحتاجش شهادة لغة انجليزية او فرنسية. المنح ما بتحتاجش. ولكن آآ انت برضو تحاول تشوف الجامعات الكويسة اللي شروطها في القبول سهلة وتختارها. اه بالنسبة للاوراق المطلوبة في هزي المنحة عندنا مجموعة من الاوراق. اه طبعا عندنا لازم يكون معاك بتاعك. اخر من اخر دراسي حصلت عليه. لازم يكون موجود معاك. اللي هو مثلا لو انت هتقدر هتقدم لدرجة الدكتوراه يبقى لازم يكون موجود معاك الماجستير. لو هتقدم لدرجة الماجستير يبقى لازم يكون موجود معاك شعارة البكالريوس. تمام? لو انت في اخر سنة برضو من الماجستير. اه وعايز تقدم للدكتوراه تقدر تقدم. لو انت في اخر سنة من البكالوريوس وعايز تقدم للماجستير تقدر تقدم. عن طريق كشف الدرجات للسنة اللي قبلها. يعني تثبت المواد اللي انت درستها في السنة اللي قبلها وتقدر تقدم بها. اه كمان مطلوب منك خطة بحس. تمام? اه مطلوب خطاب نية. اه اتنين خطابات توصية اونلاين مطلوبين منك. اه كمان في ملاحظة هنا ان بعض الجامعات تاني بقرارها تاني. بعض الجامعات بتحتاج شهادة لغة انجليزية وفرنسية او شهادات اخرى. لذلك حاول ان تختار الجامعات التي لا تحتاج ذلك. تمام كده? طيب. بالنسبة اخر موعد للتانين فيها زي الفرصة. اخر موعد هو ستة نوفمبر الفين وعشرين. لسه فيه وقت متاح عندك. تقدر تجاهز نفسك. تقدر تشوف الاوراق المنقصات وتجاهزة. اه يعني الوقت لسه متاحة بس يعني اه تحاول انك على قد ما تقدر تخلص اوراقك برضو. اه بشكل اسرع عشان ده يكون افضل لك. اه اعلان المقابولين في هذه المنحة هيكون واحد وعشرين ابريل الفين واحد وعشرين. ده التوقيت اللي اعلنه فيه الناس اللي هتتقابل في هذه المنحة. تمام كده? طيب كيفية التقديم في المنحة دي? التقديم عندنا في المنحة دي على خطوتين ولازم يتم الخطوتين مع بعض. اول حاجة من منحة. فيه للمنحة. هتملاقه. ده مش مطلوب منك فيه اي رسوم مش تدفع فيه اي فلوس ده. هتملاقه بالمجان. طبعا معظم الدول القوية زي زي استراليا زي اه الدول الاوروبية. بيكون فيها رسوم ولكن هنا المنحة دي مفيش فيه اي رسوم او اي شي. فانا هتطلقوا لينك المنحة هنا تروح تملاق اول حاجة. بعد لما تروح تملاق المنحة تانية حاجة تختار احد الجامعات وتقدم عليها. تمام كده? يبقى انت لازم تروح تملاق المنحة. بعدين تختار احد الجامعات من القائمة هنا. اه القائمة اللي احنا حددناها هنا. وتخش للموقع الرسمي للجامعة وتملاق بتاع الجامعة. تمام كده? طيب. لما انت تملاق بتاع الجامعة ايه اللي بيحصل? لما تملاق الجامعة والجامعة بيتيق بالك. الجامعة بتكون اه يعني خلاص اعطت القرار النهائي بتاعها. وبتقوم محاولة الورق بتاعك ليه المنحة. اللي هي تمام? اللي هو معد الدراسات العليا في كندا. فمعد الدراسات العليا في كندا بيشوف ان الجامعة قابلتك. وانت برضو بتكون مليت المنحة فهو بيشوف بتاعك هنا. وبيشوف انك اتقابلت في الجامعة مسلا وتقابلت في المنحة من عندهم فبيعطوك المنحة. وكده بتكون من المقبولين. تمام? لان انت هنا لما بتقدم للجامعة لازم في الجامعة تقول انك ما قدم للمنحة اسمه تمام? وهم لما بيراجعوا الطلب بتاعت. اه ولو قابلوك بيروحوا متصلين بالمنحة. تمام? وبيقول لهم الشخص ده مسلا الاتقابل عندنا. فبالتالي اه المنحة هنا بتعطيق المقعد الدراسي وبتكون من المقبولين. يبقى دي فكرة التقديم او كيفية التقديم اه للفرص دي. تمام? طيب. اه تعال ان نروح دلوقتي نشوف ازاي ملأ ابليكيشن المنحة. هتيجي تضغط على كلمة من هنا دي. عشان يفتح معاك ابليكيشن المنحة. اه ابليكيشن المنحة يفتح معانا بالشكل ده. والميزة كمان في ابليكيشن المنحة ان هو متاح باللغة الفرنسية واللغة الانجليزية. يعني انت حضرتك تقدر تملى باللغة الانجليزية وتقدر تملاها باللغة الفرنسية. فهنا بيقولك اختار اللغة اللي انت عايز تكمل بها تختار اللغة الانجليزية. تمام? اه تضغط هنا على انجليش. هيفتح معاك بعد كده اه هو ساعات الموقع بيكون تقيل شوية. فتخليك صبور. اه فهنا هتلاقي عندك لوحة الدخول للابليكيشن. فانت طبعا كمستخدم لاول مرة ما عندكش لا ايميل ولا باسورد على موقع المنحة. تروح تعمل ايه? هتلاقي كل ما اسمها من فوق هنا. تروح ضغط عليها. تمام? لما تضغط عليها هيفتح لك صفحة الصفحة دي انت من خلالها تقدر تسجل وتعمل ايميل وباسورد على المنحة. فزي ما نشوف دلوقتي اه ازاي هنعمل على موقع المنحة. فهتضغط على الجوزية دي لما زر لك الصفحة دي تضغط على الجوزية دي تمام? اه وبعد كده هيفتح لك بقى صفحة فيها مجموعة من الاسئلة. دلوقتي ازر معنا مجموعة من الاسئلة تحاول تجاوب على كل سؤال عشان تعمل اكاونت. فهنا بيسألك مجموعة من الاسئلة. عايز بتاعك باللغة الفرنسية ولا اللغة الانجليزية. تحط الايميل بتاعك. تختار اه التايتل بتاعك. تحط الفرس نيم والميدن ليم والنص نيم. تحط الباسورد تحط زي كده وتجاوب عليه وبعدين تضغط على كلمة ويبقى انت كده عملت اه اكاونت على موقع المنح. تمام? بعد لما بتعمل اكاونت تضغط رجوع عشان ترجع بقى لصفحة الدخول الاولية اللي هي فيها اه اللوجين وفيها المكان الليك تكتب فيه الايميل بتاعك والباسورد. تمام كده? ترجع تاني من هنا. وايزر معنا الصفحة دلوقتي اللي فيها المكان. اللي هنحط فيه الايميل والباسورد. طيب هنا ده المكان اللي هتحط فيه الايميل والباسورد اللي انت عملتهم. وتضغط على كلمة عشان يدخل معاك للابليكيشن. تمام? طبعا الموقع ده بيعرض فرص كتيرة جدا ولكن احنا عايزين الفرصة اللي هي بتاعت معهد الدراسات الاولية في كندا. اه اللي احنا عايزين نقدم لها. فده هتلاقي الابليكيشن هيفتح معك بالشكل ده. وانا هنا كنت بدأت الابليكيشن. فتضغط على اللي هي اسم المنحة. اه كندا تضغط عليها. هيزهر لك بعد كده مجموعة اه من التفاصيل الحاجات اللي انت لازم تملاها. هيزهر معاك هنا مجموعة اشياء. لازم تملاك كل من دول. دي بقى اللي موجودة عندك. لازم تملاك كل واحدة من دول. وفي الاخر هتلاقي كلمة سب final. فتضغط على ويبقى انت كده قدمت للمنحة. تمام كده? فتلاقي الجزء الاول هنا بيكلمك على الاهتمامات بتاعتك انت عايز تقدم ليه? المجال اللي انت عايز تقدم ليه? فتختار طبعا في الجزئة الاولية تختار المجال اللي انت عايز تقدم ليه. التخصص اي بالزبط? تمام? فتحاول هنا تختار التخصص اللي انت عايز تقدم ليه مثلا تختار هنا ولا ولا وبعدين تختار بقى البرانش بتاعها وبعدين تعمل ويبقى انت كده اخترت التخصص بتاعك تمام بعدين تعمل وترجع تخش على اللي بعده لان احنا قلنا كزا موجودين فكل هتملاب اه من الاشياء اللي موجودة عندك تحاول تجاوب على اسئلة وهنا بالنسبة للجزئية دي دي معلوماتك الشخصية انا هشرح كل حاجة كده سريعا وهنا دي بالنسبة الجزئية دي هنا دي المعلومات الشخصية بتاعتك اه وهنا ده بالنسبة لخطابات التوصية تحط البيانات بتاعت الشخصين هنا وهنا بالنسبة للجزئية دي اللي هي الدرجة اللي انت عايز تقدم عليها والجامعة اللي انت اخترتها ايه الجامعة اللي انت عايز تقدم عليها الجامعات اللي احنا كنا ذكرناها هنا وانا في قائمة من الجامعات تحاول تحط في الجزئية دي الدرجة واسم الجامعة اللي انت عايز تقدم عليها وهنا بالنسبة دي بالنسبة لخطة البحس خطة البحس هتحطها هنا تشوف بقى يعني انت مسلا بنتقدم على التخصص خاص بالصحة يبقى تحاول تعمل خطة بحسة على آآ موضوع الصحة وتحط خطة البحس هنا في الجزئية دي تمام كده? حط بتاعك 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 وتحط بتاعك تحط كل هذه الاشياء تمام? وبعد كده بتعمل وبترجع للقائمة اللي فيها الاشياء اللي موجودة اللي انت بتملقاهم تمام كده? آآ هتنرجع هنا القائمة تاني وهنشوف ايه المفروض نعمله. تمام? هنا بعد البروبوزة هتلاقي هنا بالنسبة للجزئة دي انت بتأكد انك مليت للجامعة. يعني هنا بالنسبة للجزئة دي انت بتأكد لهم انك هتملل الجامعة وانك هتقدم وترسل الاوراق بتاعتك للجامعة. لان الاوراق اللي احنا كنا قلنا عليها هنا لا زي اخر مؤهد دراسي الاوراق دي بتحتاجها الجامعة منك. تمام كده? مش مطلوبة انك تحطها هنا في المنح. فهنا المنحة فقط يعني ما اديك سؤال كده انك تأكد لهم لما تخش جوه هتلاقي بيزهر لك زي مربع كده انك تأكد لهم انك هتبعت الاوراق دي للجامعة. تمام? ان الاوراق المطلوبة منك كنا تبعتها للجامعة لانها هي اللي هتقرر هنا من خلال الاوراق بتاعتك. فتضغط برضا على الجزئة دي. وهنا ده اللي هي المراجعة على الابليكيشن والبيانات اللي انت حطتها. واخر شي ده للابليكيشن الخلاص ده بتضغط على بتدخش على الجزئة دي وبتضغط على زرار الصبميت. وبقى انت كده قدمت في المنحة. والخطوة اللي بعدها اللي هي اللي احنا قلنا عليها التقديم للجامعة. تمام? كده بتختار احد الجامعات اللي انت مهتم بها من الخائمة اللي في الاعلى اللي احنا شرحناها. وبتقدم على احد هزي الجامعات. وبقى انت كده قدمت المنحة وبتنتظر النتيجة ان شاء الله واحد وعشرين ابريل الفين واحد وعشرين. اه وهنا انا هتطلقكم ملاحظة اللي احنا كقناة منح من كل الالوان بنتيح حملية التقديم لاي فرصة امنحة انت عايزة. يعني تقدر تقدم من خلالنا بشكل احترافي او تقدم بنفسك وهتلاقي رابط استمارة التواصل معنا للتقديم من خلالنا لو عايزنا نساعدك في التقديم لهذه الفرصة هتلاقي استمارة موجودة اسفل الفيديو امنى الاستمارة دي وان شاء الله هنتواصل معاك وانحاول نقدم لك بشكل احترافي في هذه المنحة بازن الله. وهنا طبعا الموقع الرسمي لمنحة. لو انت عايز تشوف الموقع الرسمي للحاجات اللي انا قلتها دي كلها. هتلاقي هنا الموقع الرسمي. تمام? هيزهر معاك فيه كل التفاصيل اللي انا قلتها والتمويل ده الموقع الرسمي. وهنا هتلاقي موجود طبعا التمويل اللي احنا كنا قلنا عليه له والخمسين الف دولار هتاخدهم آآ تاخدهم سنويا. آآ وهما كاتبين هنا بالنسبة لمنحة اللي هتكون موجهة لدرجة الدكتوراه. ولكن طبعا زي ما احنا كنا وضحنا في البداية ان المنحة دي انت لو هتدرس فيها درجة الماجستير هتأهلك بعد كده لدرجة الدكتوراه. يعني لازم تاخد بعد كده فيما بعد درجة الدكتوراه في نفس المنح. تمام? عشان كده هم ذاكرين انها كمنح الدكتوراه بشكل عام. وذكروا في التفاصيل الداخلية ان الاشخاص يعني هنا هتلاقي حضرتك فيه تفاصيل تانية. هتعمل مور آآ ديتيلز. هزهر لك آآ تفاصيل اخرى اضافية. فهتلاقي ان في التفاصيل دي ذكروا ان الاشخاص اللي عايز تقدم للجرادييت آآ او بشكل عام اللي هي سواء ماستر او دكتوراه. فتقدر تقدم عادي آآ والاشخاص اللي هتقدم لدرجة الماجستير هتأهلهم بعد كده لدرجة الدكتوراه. عشان كده بيطلق على المنحة بشكل عام انها لدرجة الدكتوراه. عشان بس يكون الموضوع واضح. وايضا المواقع العالمية ذكرت هذا وذكرت ان المنحة موجهة لدرجة الماجستير والدكتوراه. تمام? فهنا هتلاقي كل التفاصيل بالنسبة للتخصصات بتاعي الابليكيشن هتلاقيه موجود هنا كل شيء هتلاقيه موجود في الموقع الرسمي لمعهد الدراسات العالية وطبعا آآ دي منح حكومية آآ برضو بالشراكة مع آآ الحكومة الكندية. فكل التفاصيل كده الخاصة بالمنحة تم شرحها تقدر تقدم للمنحة وتشوف الجامعات المناسبة ليك وتشوف آآ الاوراق اللي انت محتاجها وتبدأ تجاهزها وآخر موهد للتقديم هو تلاتين هو ستة نوفمبر الفين وعشرين. وان شاء الله بإذن الله يكون بالتوفيق واللي بقول لكم فيها زي المنحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.